فريق عمل المحافع المرئية بمنتدى ترسان السنة يقضم لكم مهما الواحد يرتد ويحاول يزين الباطل لا الإسلام هو المزين الإسلام هو الحق وهو لا يخسر كل شيء حكى لنا أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله وكذا القرطبي في التذكير رحمه الله وغيرهما أن مجاهدا كان يجاهد في سبيل الله وفي الفتوحات خرج هذا الرجل لما خرج معهم ووقف على ثغر إيه اللي حصل تعالوا نسمع حاجة عجيبة خالص هذا الرجل لما خرج يقاتل وقع بصره على امرأة من الروم فظن أنه مرأة أجمل منها خلاص انبهر سلبت قلبه وأخذت بمجامع حبه خلاص تاه تاه ما عنده إيمان بله قوي شيطان عظيم فما كان منه إلا أن دنى من الثغر واقترب منها وقالت تتزوجينني قالت لا أنت مسلم وأنا نصراني إلا أن تترك الإسلام سيب الإسلام متعالى راجع لا أعوذ بالله فغلبته شقاوته هاي تتزوجين يرحلها عند السور بالليل يقول تدخل النصراني فرضي بذلك وغلبته شقاوته وانتصر عليه شيطانه فدخل في النصرانية وهرب هناك من الثغر ودخل عنده والمسلمون يحاصرونه شوف اللي جاي فبعد ذلك شاهدوه من خلف السور قالوا له يا فلان يا فلان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وتعود أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وتعود ارجع فبكى وقال ليتني أعود أي حال الله بيني وبين الإسلام قالوا فهلك وكانت فضيحته فضيحة والعياذ بالله لا هو بالدنيا نال ولا بالآخرة فاز نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة